محمد صلاح موسم يعني النهاردة احنا متنكدين عشان محمد صلاح موسم فيه منتهى 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 سوق الحظ اخر نقطة مع منتخب مصر في كاس الولايات الأفريقية ويخسر البطولة اخر نقطة بتصفيات كاس العالم ويخسر الوصول لكاس العالم اخر نقطة في الدورة الانجليزية ويخسر الدورة الانجليزية اخر نقطة في دورة ابطال اوروبا ويخسر دورة ابطال اوروبا الله يكون فعونه بحق ما فرحنا وخلنا مبسوطين وفخرين وسعداء ربنا يصبره ويهديه ونفسيا يقدر يتخطى كل هذه الأمور صعب قوي نهاردة وش محمد صلاح في نهاية المباراة يبكي يحزن مأهور الراجل الراجل نازل النهاردة يلعب مباراة فيها تحدي وإصرار ما فيش لاعب في ليفربول النهاردة لاعب زي محمد صلاح ولا بروح محمد صلاح ولا بإيجابية محمد صلاح ولا بإيادة محمد صلاح ولا واحد كلهم لعبوا كويس بس هو كان في البيج بتاع المستوى أعلى نقطة في المستوى والناس هتبدأ تقولك شفت بقى محمد صلاح لما قال أتمنى يواجه ريال مدريد في النهاية أو كده بقى شارية التصريح دوت وكل العالم هيتكلم عليه ما يتكلموا ما يتكلموا وبيتكلموا على كريستان ورنالدو تكلموا على يونيل ميسي تكلموا على مرادونا إيه الحكاية ليه إحنا اللي بنجلد نفسنا وبنجلد الراجل بتاعنا حلو الوصف ده الراجل بتاعنا البطل بتاعنا فأنت بتتكلم في لاعب عمل كل حاجة لو خسر مباراة النهاردة يخسرها يتحدى ريال مدريد آه ما يتحدى ريال مدريد عشان هو اسمه محمد صلاح يتحدى ريال مدريد ما يتحدى ريال مدريد ليه إحنا حاسين إنه اللعب بتاعنا أو اللعبنا ده مش كبير لا كبير زيه زي ميسي وزي كريستان ورنالدو وزي اللعبة الكبيرة والأسماء العظيمة في تاريخ كرة القدم فيتحدى ريال مدريد تحداهم خسر التحدي خسر التحدي بس مخسرش عظمته ولا أهميته في العالم كله النهاردة في ناس كتيرة حزينة عشان محمد صلاح أقول لك حاجة أنا أقول لك حاجة بصراحة يعني أنا بعشق ريال مدريد بس النهاردة أنا في منتهى الحزن شخصيا في منتهى الحزن محمد صلاح يعني أصلا هو رجل ده شخصيا أنا يعني وأكيد حضراتكم فرحنا كمية فرحات في حياتنا عد بقى زي ما أنت عايز عد بقى زي ما أنت عايز ما بين بطولات وإنجازات وأرقام فردية وأرقام جماعية وهداف وأفضل صنع ألعاب وكل حاجة ممكنة في الملاعب الأوروبية محمد صلاح اللي هو كان لاعب في المقوني العرب قاله عليه ما ينفعش يلعب لفريق كبير محمد صلاح اللي لما راح الدوري الإطالي قالك الدوري الإطالي كبير عليه محمد صلاح اللي لما راح شيلسي اتقال أصله ما ينفعش يلعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح اللي لما خد هداف الدوري الإنجليزي قاله ده استثناء ومش هيتكرر تاني وده كان أعلى حاجة ممكنة يوصلها محمد صلاح أول مر محمد صلاح لو كان النهاردة تحدى ريال مدريد وخسر التحدي فمحمد صلاح هو اللي تحدى نفسه وكسب التحدي هارض لك لمحمد صلاح هيتحزن لمحمد صلاح